بدأ أصحاب المولدات الأهلية في محافظة الواسط يسجلون زيادة متصاعدة في تشغيل مولداتهم بعد تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية التي كانت سجلت فترة تشغيل على مدار 24 ساعة خلال الأشهر الأخيرة في مدينة الكوت لكن زيادة الأحمال على منظومات التجهيز بسبب ارتفاع استهلاك المحافظة للتيار الكهربائي أدى إلى تراجع ساعات التجهيز وفق مسؤولنا معنيين ارتفاع أحمال المحافظة الواسط وصل إلى 670 ميجا الاحتياج اليوم وهذا ارتفاع في هذه الفترة مخيف وخطير على تجهيز المحافظة 24 ساعة مما يتطلب تعاون الكل وتضافر جهودهم وفي محافظة واسطة التي ارتفع مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية فيها هذه الأيام إلى 670 ميجا واط مقابل 450 ميجا واط ضمن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة المنزلية ذات الاستهلاك العالي للتيار الكهربائي مثل المدافع ووسائل التدفئة الكهربائية الأخرى التي يرتفع الطلب عليها في الأسواق المحلية أكو طلب على الصوبات الكهربائية والسبالة الكهربائية استقرار الكهرباء هاي شيء أول وبعد ما يستعملون الصوبات النفطية الصوبات الكهربائية أسعارها مناسبة صحيح استهلاكها أكثر بس أسعارها مناسبة أكثر للبيوت اللي يجي يأخذ مني أكثر من صوبة صوبتين ثلاثة أربعة ما أعرف ليش استهلاك مفرط مطبيعي أكيد الاستهلاك مطبيعي لأن صوبات مدافع كثيرة بالبيوت صارت يعني هناك مدفئة مشتغلة محد يطفيها هو بغنى عنها تخليها وقت الحاجة مدافع كهربائية أكيد سخانات هذا أن يكره النساء وأن يكره فائق عن الحاجة الطلب المتنامي على استهلاك الطاقة الكهربائية في محافظة وصدع السلطات المحلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء إلى إطلاق برنامج لرسم سياسة عامة لترشيد الطاقة الكهربائية بهدف حث المواطنين على تخفيض الاستهلاك المنزلي عبر تطبيق ضوابط الترشيد التي تعد إحدى أبرز الوسائل المتاحة لتعميم ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية هذه الورشة الهدف منها هو التوضيح والتوجيه اللازم إلى محافظة واسط من شمالها وحتى جنوبها بالاستخدام الصحيح إلى الطاقة الكهربائية ما دعانا إلى هذا هو نمو الأحمال وزيادة بالأحمال حقيقة نحن مستمرين في حملات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الهدف من عدهم هو أن نوضح للمواطن الواسط كيفية استخدام الأمثل والاستخدام الصحيح إلى الطاقة الكهربائية مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في محافظة واسط وعودة ساعات القطع المبرمج جددت حكومة واسط المحلية دعواتها للمواطنين بضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية من مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة